اشتركوا في القناة والبعض يطلب مني ان لا اخوض في السياسة والتحليل السياسي لان الامر جدا معقد والبعض الاخر يطلب مني ان لا اخوض في التفاصيل المهم كل انسان له رأية ووجهة نظره وانا اواصل على طرح وجهة نظري تارك للسامع الحرية ان يفكر بدوره ويقارن بين الاراء ويفهم ويعطي رأيه نعم هنا هي المشكلة ان شعوبنا تجهل الكثير عن تاريخها وعن الوضع الحالي هذا من جهة ولا تريد ان تكون لها رأي وقرار وموقف وتارك مصيرها في يد مجموعة او عصابة من المجرمين يتلاعبون بها ويوجهوا فيها كما يحبوهما هذا كعليش المواطن اللي يعيش في الدول بين قوسين الاسلامية يجب ان يفهم وان يعي وان يكون له رأي خاص وان يشارك في مصيره ولا يترك مصيره في يد مجموعة معينة تعمل به اللي يتحد نظن الفكرة واضحة نحن تكلمنا المرة الاخرى على التآمر الشيعي عبر التاريخ ومن المفروض ان نتكلم في هذه الفيديو عن كيف تطور الوضع الشيعي قبل سقوط الخلافة العثمانية وبعدها الى الان ولكن مع الاسر يجب علي ان اعود مرة اخرى للتاريخ لكي اوضح بعض النقاط لان لو لا نفهم التاريخ لا يمكن ان نفهم الحاضر وعندما لا نفهم الحاضر لا يمكن ان نبني للمستقبل نظن الفكرة واضحة احنا قلنا ان الاسلام مشروع كبير وعالمي وليس مجرد دين وعقيدة كما يتصوره البعض هذه مسألة واضحة وبينة ان القول ان الاسلام وحي ومشروع الهي هي خرافة كما ان القول ان الاسلام مشروع محمدي هي اسطورة بعيدة عن الواقع فالاسلام في الحقيقة بدأ كمشروع اممي عالمي وانتهى الى مشروع عروبي قومي ومن هنا جاء الفرق بين الاسلوب الشيعي والاسلوب السني وهذا ما سوف نحاول ان نفهمه في هذه الفيديو رغم ان الجزيرة العربية كانت قبل الاسلام تعيش صراعات وحروب فكرية وجسدية الا انها كانت مرتع للحرية الفكرية والعقائدية والعرقية تعيش بين امبراطوريتين امبراطورية فارسية وامبراطورية بيزنطية كلاهما يتنازع على الارض وعلى السلطة وعلى السياسة ادخلت المنطقة في حالة عدم استقرار وحروب استنزافية ارهقت الشعوب مما جعل الطبقة المثقفة في الجزيرة العربية منذ مدة قبل ظهور الاسلام التفكير في طرح مشروع عالمي ينهي هذا الصراع الشرقي والغربي ومن هنا بدأت الفكرة من اجل خلق المشروع الاسلامي بمشاركة جميع الاطراف الموجودة في الجزيرة العربية سوى كانت الدينية او الفكرية او العرقية وقد وقعت عدة محاولات من عهد اميرو القيس من اجل تحقيق هذا المشروع ولكن باقت كلها بالفشل لانها كانت محاولات فردية وغير منظمة حتى جاء هاشم اللي هو معروف وبدأ في وضع الخطة والتنسيق بينه وبين الطبقة المثقفة من اجل تحقيق هذا المشروع ونحن نعرف ان هاشم كان انسان عنده قيمة وانسان غني وعنده كلمته بالعرب ولكن مات هاشم قبل ان يكمل المهمة بتاعه وترك هذه المهمة في يد اخوه طالب الذي بدوره نقلها الى ابن هاشم عبد المطلب النجم نقول ان المشروع الاسلامي بدأ بالفعل على يد عبد المطلب هذا الشخص الذي ادعى المطلب اخو هاشم انه ابن اخوه تم جلبه من المدينة من عند اخواله الى مكة في ظروف جدا غامضة وبدأ عبد المطلب في التنسيق بينه وبين الطبقة المثقفة في مكة والمدينة من اليهود والنصارى وغيرهم من المعتقدات من اجل التحذير لهذا المشروع الاسلامي بقيادة هاشمية ومن هوني نفهم علاش يزيد ابن معاوية عندما دخلوا عليه في البلاط متاعه برأس الحسين قام وانشد هذه الابيات ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل قد قتلنا القرم من سادتكم وعدلنا ميل بدر فاعتدل فاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لست من خندف ان لم انتقم من بني احمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل تلقاوا هذه الابيات من الشعر اللي قالها يزيد في تاريخ الطبري هذه الابيات تلخص كل شيء نعرفوا اللي احنا عبد المطالب امه سلمة بنت عمر النجارية الخزرجية اذا هوني نلاحظ ان بنو هاشم والخزرج اللي هما في المدينة تآمروا وحذروا لظهور الاسلام قبل محمد بفترة طويلة اذا كل واحد يقول اللي ما كانش فما تآمر هاشمي هذه الابيات توضح ذلك بكل اضوح وقتها قلت في الفيديو السابق ان المشروع الشعي بدأ قبل الاسلام نقصد انه بدأ من هاشم ويمكن يكون بدأ قبل هاشم ومن عبد المطالب بدأت الامور تظهر وتتوضح اكثر وتولد محمد في وسط هذه الظروف وتولد علي وقتها كان هذا المشروع في ذرته وهذا المشروع اللي تبنوه بنو هاشم واللي ارادوا تحقيقه هو ليس ملك لهم بل هو ملك كل الطبقة المثقفة في الجزيرة العربية على اختلاف توجهاتها ونتيجة صراع فكري مدة عدة اجيال ولقد ظهر كما قلت لكم عدة محاولات فردية من اجل تحقيق هذا المشروع ولكن كما تعلمون لم تنجح ومنها محاولة مسيلمة بن حبيب الحنفي الذي بدأ قبل محمد تحقيق هذا المشروع ولكن محمد سبقوا لانه كان منظم هذك علاش مسيلمة ذهب الى محمد وقال له شاركني في الامر فمت قالوا ما عندكش الحق تدعي هذا المشروع وحدك على خاطر هو مش مشروعك انتي وحدك وانما مشروع تم التحضير له من قبل من طرف عدة اشخاص ولكن بن هاشم سيطروا على هذا المشروع ورفض محمد ورفضوا بن هاشم ان يشاركهم في هذا المشروع اي وحد اخر واتهموا مسيلمة بالكذب واطلقوا عليه مسيلمة الكذاب رغم انه له بيع كبير في بلورة فكرة المشروع الاسلامي الذي سيطر عليه بن هاشم المشروع اللي سيطر عليه بن هاشم يتلخص في نقطتين النقطة الاولى هي توحيد كل المعتقدات والديانات في دين واحد والنقطة الثانية هي الغاء القبلية والقومية وترح مشروع انساني عالمي لان الطبقة المثقفة في مكة والمدينة في ذلك الوقت فهمت ان كل الصراعات والمشاكل والحروب السبب امتاحها يا اما ديني يا اما عرق هذاك علاش جاء هذا المشروع الاسلامي اذا المشروع الاسلامي كان في الاول اممي وعالمي وقابل للتطور وبعيد كل البعد عن العصبية والقومية والتعصب ويقوم على الحوار والنقاش والتطور وكانت بيت ورقة بن نوفل وبيت خديجة مقر رسمي لهذا الفكر الاسلامي لان البيئة العربية بيئة قبلية في الاصل رأوا بني هاشم ان المشروع الاممي هذا الاسلامي لا يمكن ان يتحقق الا في اطار قبيلة لها تقدير واحترام في الوسط العربي فكلفوا انفسهم بهذه المهمة ووافقت الطبقة المثقفة وعدة اطراف على ان بن هاشم هما اللي يتكفلوا بهذه المهمة وتطور الامر الى ان تم تكليف محمد قثم بهذه المهمة من طرف هذه الطبقة المثقفة كخديجة وورق بن نوفل وغيرهم وكانت الخطة ان يعلن محمد النبوة ويتم دعمه من طرف بني هاشم ومن الخزرج اخواله في المدينة ثم دعوة الاطراف الاخرى للانضمام اليه وقيام الدولة الاسلامية في مكة كمرحلة اولى ثم في بقية الجزيرة العربية كمرحلة ثانية وخلال فترة من الزمن وعلى مدة طويلة تقدر باثناش امام على شكل اصباط الاثنى عشر اليهود ويدعون العالم الى الانضمام الى هذه الدولة الى ان يظهر الامام الثاني عشر حيث يفرض الاسلام على كامل الكرة الارضية ويحقق ما يسمى بخلاف طلاف الارض التي حسب رأيهم فرت فيها اليهود وجعلوها محصورة في قوميتهم اليهودية فقط ولم يجعلوها عالمية وخانوا الامانة ولكن بن هاشم استضموا بالواقع المرير في الجزيرة العربية ولم يتم تأييدهم من طرف بقية الاطراف القراشية واستر محمد واصحابه للحجرة للمدينة وتكوين الدولة الاسلامية هناك بمساعدة اخواله الخزرج مع تحالف مع الاوس ثم تم فتح مكة وكان من المفروض بعد موت محمد انه علي ياخذ الخلافة بشيكمل المشروع الهاشمي وكما يقال تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ويستضم المشروع الهاشمي مرة اخرى بالواقع ويتم تعيين ابو بكر خليفة للمسلمين بعد محمد ومن هنا بدأ تنفيذ المشروع الاسلامي الجديد الذي هو المشروع العروبي القومي وذا سوف نعرفه وقت نحكيه على المشروع السني نظن طول فكرة واضحة حول المشروع الهاشمي الشيعي الذي بعد مخذاء ابو بكر الخلافة تحول الى المعارضة وهو يحاول تيلة 1400 عام من اجل اكمال المشروع الهاشمي ولكن كل مرة يفشل ويتعرض الى هزيمة الى ان سقطت الامبراطورية العثمانية وبدأ يعمل قبل سقوطها وبعدها من اجل قيام دولة شيعية المتمثلة في ايران واعادة للواجهة المشروع الهاشمي المتمثل في ايران واعادة للواجهة المشروع الهاشمي الشيعي وهنا اختم هذه الفيديو بالقول كلمة مهمة جدا راني عندما نتكلم على الشيعة ولا على السنة مانيش نقصد الناس العاديين وانما نقصد العلماء متاحهم والقادة متاحهم اللي قاعدين يخطوا ويكمسوا ويستعملوا في هؤلاء الناس العاديين البسطاء ويستغلوا فيهم لمصالحهم السياسية والمذهبية ما عندي حتى عداوة لا ضد الشيعة ولا ضد السنة كاشخاص وانما عداوتي لفكر امبريالي عالمي مدمر تحت قيادة علماء لا يريدون الخير للبشرية وانظرنا الفكرة واضحة ومعها فيديو قدر وبسلام اشتركوا في القناة